السلام عليكم وياهلا ومرحبا فيكم القصة هذه يعني صارت عام 1971 في الكويت تعود أحداثها في قرية الظهر اسمها الشعيبة تبدأ أحداث هذه القضية من بلاغ تقدم فيه رجل هذا الرجل اسمه داود قدم البلاغ إلى اللي هو مخفر الشعيبة في شهر ديسمبر من نفس السنة 71 قال فيه أن رجل اسمه علي هذا علي أبو خطيبته اللي على حد تعبيره السابقة مريا مت مشكل وهو إياه أنه يبي المبلغ يعطون إياه بارة عن 400 دينار لأنه دافعنا حق مهر البنته عقب طبعا ما خطبها إلا أن هذا اللي هو داود اكتشف في الأخير أن هذه البنت مبكر وخلاقها يعني مزينة فعلى طول أكيد بالبديه قاموا فصخ الخطوبة وطالب هذول العيلة أنهم يرجعوا له المبلغ اللي دفع لهم فهنا الشرطة بدأوا يحققون في الأول على المشتكي داود اللي هو الخطيب قال إن القصة من البداية إني تقدمت حق بنت من أبوها قبل أكثر من شهرين من تاريخ هذا البلاغ اللي قدمته لكم اتفقت مع أبوها على مهر 400 دينار رح أدفعها على قصطين وكذلك حددنا موعد الزواج اللي هو بعد عيد الفطر إلا إن أبو البنت بعد ما أخذ الفلوس مني جاء وقال إن بنته مبكر فأكيد داود صعق من هذه المفاجأة وبدأ يعرف تفاصيلها ويقول مين اللي غلطت معاها هذه البنت فقال له أبوها صدقني إن البنت يعني ما لها ذنب اللي اقترف فيها هذا الفعل وهو أخوها خالد فهنا تفاجأ داود وقال معقولة هذا يعني يسوي أخو في أخته قال له إذا تبي تتأكد تعال نروح إلى أكبر طبيب موجود عشان يكشف عليها ونشوف وفعلا راحوا وهنا قرر الطبيب يعني قرار النهائي إن فعلا هذه البنت مو بنت فهنا قال اللي هو داود حق الشرطة إنه لما سأل خطيبته مريم مين اللي فعل فيك هذا وليش قالت له إنه فعلا أخوي وكذلك ولد خالتي أحمد اللي اعتدوا عليه واعترفت له إنه هذا مو أول مرة يعتدون عليها أكثر من يعني مرة عشان كده إهي خايفة إنها يعني تبلغ أو تتكلم من الفضيحة بس قالت الأبوها وأبوها قال بحل المشكلة عشان هذا الرجل داود يستر عليك فهنا داود قال لها اعترفي لأن هذا بيصير زواج يعني الآن فقط أخوك وولد خالتك أهم فقط اللي اعتدوا عليك ولا في ناس ثانين قالت ها في واحد ثاني اسمه كامل وتوالت يعني الاعتداءات من قبلهم فهنا طلب منها اللي هو داود إنها تكتب هذا كل الكلام الاعترافاتها بخط يدها في ورق وفعلا راحت كتبته وزادت على هذه يعني الكتابة والإدلاءات والاعترافات إنه عطت هذا داود الصور حقها لكن هذه الصور مخلة للآداب وفعلا فعلا في وضع مزري وغير محترم فعرف إن هذه البنت لها ماضي صراحة يعني مشريف فليش يودي نفسه في مطبات ويعني عياله بعدين شلون بيصيرون ويعني العائلة بحداتها كلها على بعضها ما هو مقتنع فيها فراح فعلا بعد ما اتكلم مع البنت وقال لها إنه يعني متخوف البنت قامت تصيح وتقول لها إنها والله تحبها وإنها ما له ذنب في ذولة إنهم اعتدوا عليها وإنها بنت يعني شريفة لما إنه هذا اللي حصل لها بالجبر لكن أهم اقتنع داود بهذه الزيجة جملة وتفصيلا خربانة خربانة من بدايتها فراح حق أبوها وطالبه إنه والله جيب القصط اللي دفعته اللي هو المهر عشان أنا خلاص ما رح يعني أتمم هذا الزواج قام هذا الرجل علي أبو البنت مريم امتنع إنه يرد الفلوس حق صاحبها اللي هو المهر فقام هنا داود وقدم شكاية للمحقق وأيضا دعم الكلام مثل ما قلت لكم باعترافات البنت مريم وأيضا الصور المخلة للآداب اللي قال إنه عطت إياها وأيضا رسائل كانت البنت يعني كاتبتها وراستنها حق هذا الرجل وقال أيضا إنه عنده أكثير في البيت غير هذه الرسائل فهنا المحقق أكيد سماع من المشتكي لازم يروح حق اللي هم أطراف القضية فعلا استدعى أبو البنت اللي هو علي وواجهه بمضمون الشكوى اللي تقدم فيها داود وقال لكل الحكاية تفاجأ هنا المحقق إنه هذا الرجل علي انبهر واندهج بطريقة غير طبيعية وقال إنه هذا الكلام كله يحذرة الضابط افتراء وغير صحيح بالبتة الحقيقة اسمعها مني ولا تسمعها من غيري لأني أنا ما راح أقول إلا الحقيقة فقط تقريبا من سنة جاني هذا الرجل داود وفجأة قال لي إن بنتي مبكر وإن أخوها هو اللي افتعل فيها هذا الشكل اندهشت ورحت وسألت ولدي الولد نكر وقال شنو هذا الكلام يبقى شنو اللي تقوله فقمت ورحت وسألت بنتي اللي هي يعني الضحية فالبنت أيضا رفضت الكلام جملة وتفصيلا وقالت هذا الكلام بالبتة ما صار فهنا خاف الأب وبدأ يبحث ويدور عن يعني رسائل أو كلام تثبت إن هذه البنت يعني أحد افتعل فيها شيء ولا لا وبينما هو يدور الآب علي في الرسائل اللي كانت أصلا مع البنت شاف في رسالة كانت موجهة من داود إلى بنته كانت فيها عبارات الحب وكان يعني في الأخير ختام الرسالة قاعد يعني يحث البنت ويشجعها إنها تهرب وياه إذا ما وافقوا أهلها على الزواج من هذا الرجل وراح يرسم لها خطة جهنمية إنه يهرب معها بأسرع وقت وبما أنها صغيرة فطلب منها إنها تجهز وتسرق جواز سفر أمها على أساس إنها إهي وقال هنا أبو البنت مريم حق المحقق إنه لما قرأ الرسالة على طول اتوجه وهو غضبان إلى داود وقعد هنا يتاوى شوية ويصارخ عليه شنو اللي تسوي مع بنتي ابتعد عنا وخلنا في حالنا ولا راح أشتكي عليك بالمغفر وقال لا إنه ما في أحد يعني راح يعتدي على بنتي غيرك أنت فالآن صلح الأمر أحسن لك بعد فترة جه هذا داود وخطب البنت ووافقت فعلا على الخطوبة وبعد موافقة هذه البنت تقريبا بأسبوع من هذه الخطة خطة خطر له إنه يتأكد من كلام داود حول بنته هل إهي فعلا بنت بكر أو لا فقام وأخذ البنت وراح مع خطيبها اللي هو داود إلى الطبيب عشان يتأكدون من الحقيقة على طول أول ما كشف عليها أكد لهم هذا الطبيب كلام اللي هو داود إنه البنت للأسف لكن داود عشان يمتص غضب الأبو هنا قال له إنه خلاص أنا خطبتها وأنا راح أتزوجها وما راح يعني أحد يعرف بصالفة هذا اللي صار ولا الشرف ولا غيره وصدقني راح تكون هذه البنت يعني معززة مكرمة عندي وعلى طول قام عشان يأكد كلامه وإنه فعلا صادق قام واشترى الدبل ولبس البنت ويعني خلاص الخطوبة أصبحت رسمية لكن في خلال هذه الفترة هذا الرجل ما كان سوي داود كانت دائما في مشاكل بينها اللي هي مريم وبين هذا داود طلب هنا علي بعد يعني المشاكل والاخناقات والهواش وإنه ما في تفاهم إنه خلاص يا ولد الناس أفسخ الخطوبة وأنا راح أردلك المبلغ تقريبا 18 دينار وراح فعلا أعطاه 18 دينار قيمة الهدايا اللي قدمها حق بنته هذا كلام الأبو علي طبعا الأبو علي كان جدا حزين ومقهور بهالصالفة هذي اللي غيرت يعني مجرى حياتهم وقلبة كيانهم يعني قلاب فجابوا البنت عشان يسمعون أقوالها الحين لأنها إيه ضحية جابون يعرفون مين الجاني ومين المجني عليه جلست هنا البنت اللي أصلا عمرها ما يتجاوز في ذاك الوقت 17 سنة وبدأت هنا تروي الحكاية حقتها بالتفصيل فهنا قالت هذه البنت إنها في آخر سنة 1969 اتعرفت بخطيبها اللي أصلا كان جارهم وهنا هذا الرجل أصلا يعني كان كبير أكبر منها بكثير فقام يغازلها ودائما يعني يناظرها بنظرات حب وهيام وبدأ يعني إلاطفها بالكلام ويستدرجها من يعني أنتو تعرفون عبارات الإطراء والكلام الحلو دائما كل ما يعني التقتوا إياه إلا على طول يعطيها من هذا الكلام المعسول حتى إنه في الشارع وهي تمشي يروح لها ويقط عليها كلمة كلمتين إنه يعني عشان تذكرها والله هذا الرجل غير ورومانسي وجنتلمان ما اكتفى بذلك هذا الرجل إلا أنه قام وبدأ يعني يشغلها في نفسها يعني يوقف قدام البيت ووقت جدا جدا طويل باب بيتهم ينتظرها لما تطلع حتى إنها تطلع من الباب تشوفها أقبالها يناظرها بنظرات أو بعض الأحيان يعطيها ورد وغيرها البنت غصبا عنها ما لقلبها حق هذا الرجل فهنا مرت الأيام والشهور إلى أن وصلنا في تقريبا بداية عام 1970 كانت هذه البنت في الطريق راجعة إلى بيتهم قابلها داود وعلى طول وقف سيارتها وعرض عليها إنه يوصلها إلى البيت وافقت إلا أن هذا الرجل وصل قدام بيتها أهو ووقف السيارة وطلب من هذه البنت إنها تدخل وياه إلى البيت طبعا أهو ما كان عنده بيت كان عنده شقة قال لها اصعدي وياي نجلس شوية وننزل مع بعض أبي أكلمك على انفراد فإهي وافقت وراحت وياه ودخلها فعلا للغرفة وسكر الباب وعلى طول قعد يعني يعطيها من كلام المعسول ويستدرجها لما هذه البنت فعلا ما قدرت اتقامها وقعد يراودها عن نفسها إلا أن في الأخير المهم إنه لوعود اللي عطاها إياها بالزواج استسلمت حق مغازلته وفعلا هذا الرجل يعني اعتدى عليه هذا كل يوم وبعدها كرر هذه الحادثة أكثر من مرة مع هذه البنت اللي ودقت فيه تمام الثقة قالت مريم إن هذا الرجل تقدم الخطبتها بعد هذه الفترة ولما سألها أبوها عن رأيها على طول وافقت وفعلا لبسوها دبلة الخطوبة وكان فعلا أثناء الخطوبة يجي داود يزور هذه البنت ويطلعون مع بعض يتنزهون وغيرها يعني كانت العلاقة على حد تعبيرها تمام التمام إلى هنا الحين المحقق سألها قال لها طيب الرسائل والصور اللي اعترفتي فيها وكتبتيها الخطيبك شنو مغزاها أنت يعني كأنك عاطية إفادة إن المواقعة اللي صارت بينكم والاعتداءات مو من هذا الرجل اللي هو داود وإنما من أخوك وتتهمين ولا دخالتك وكذلك الصور قامت تصيح مريم وقالت لا لا أقسم بالله إنه أهل اللي جبرني أكتب هذه الرسائل وانا كنت يعني صغيرة ما أفهم فكتبتها رغبة منه أما عن الصور فعلا هذه الصور حقتي لكن أهل اللي صورني فيها في البيت نفسه في شقتها طيب الحين سألها عن كامل هذا اللي قالوا عنا هذا يعني له قريبها ولا أخوها ويدعي هذا اللي هو داود إن اعتدى عليها وهذا الكلام موثق في الرسالة اللي إيه كتبتها حق خطيبها قالت فعلا أنا كتبت لا اعتدى علي إلا أن الحقيقة غير هذا الشكل تماما لأن اللي سوى كل هذا ما هو إلا خطيبي داود وهو اللي قال لي كتبي واحد اسمه طامل وهو اللي اعتدى عليك وفعلا كتبتها بناء على طلبه قال لها المحقق طيب ليش كتبتي كل هذا ما نعارفها شنو الأسباب لكن كنت خايفة إنه ينفضح أمري وكان هو يعطيني الكلام المعصول ويقول لي سوي كذا وفعلي كذا حتى لدرجة أني قمت قدام أهلي وقلت لهم إن أخوي فعلا اللي اعتدى علي عشان فقط أبرق هذا خطيبي لأني قد إيش أحبه وحتى عطيته كل ما أملك فهنا الشرطة أحالوهم إلى النيابة العامة اللي تولت التحقيق على طول استدعت النيابة اللي هي مريم وفعلا عطتهم تفاصيل ثانية وقالت إنها فعلا خطبها هذا داود في أواخر شهر شعبان وفسخت الخطوبة في نهاية رمضان بسبب إن أهلها كانوا يعني مطايقينة يعني فقط استمرت هذه الخطوبة يعني ما تتجاوز شهر واحد ليش رفضوا أهلها على حد تعبيرها إنه بسبب بخل هذا الرجل وما هو جايد فعل مهر لكن اللي استلمت من خطيبها فقط دبلة خطوبة وجوتي تكرمون وبعض الأقمشة والهدايا البسيطة يعني فعلا قيمتها ما تتجاوز 18 دينار كويتي وفعلا أبوها قام ودفعها حق هذا الرجل نقدا ما لا حق عليهم وقالت أيضا مريم إنها اضطرت إنها تتهم أخوها وولد خالتها إنهم اعتدوا عليها بسبب هذا الرجل داود هو اللي قام يهددها إنه راح يفضح أصورها ويبتزها فيهم إنها إذا ما تكلمت وقالت هذا الشكل راح ينشر أصورها في كل مكان خصوصا مثل ما احنا عارفين إنه أصورها مخلة للآداب فبالتالي خافت على نفسها وخافت من الفضيحة وأصرت البنت هنا إنه هو الوحيد اللي هتك عرضها ولا حد سواه مثل ما يقولون فهنا النيابة العامة استدعوا أبو البنت مريم قال هذا علي إن داود كان فعلا جارهم تقريبا من ثلاث سنوات وإنه كان دائما يشوف فيه هنا يتودد فترة من الفترات بدأ يعني يجيب لهم يعني ضيافة حلاوة غراض فأهو يستغرب يعني ليش فجأة قام هذا الرجل يجي ويجيب لنا الهدايا والمطايا وهو ما يعرفه يعني ذيك المعرفة المهم في يوم من الأيام جاء هذا الرجل وطلب منه يد بنته مريم فلما واجه هذا أبو مريم إنه يعني أنت يا داود متزوج وصعب أعطيك بنتي صغيرة ما لها خبرة في الحياة وما راح أقط بنتي بنتي جميلة ويعني في ألف واحد يتمناها قال له أنا راح أطلق زوجتي وراح يعني أعيشها عيشها منهنها وبنتك راح تكون ملكة لأنه فعلا هو يحبها على حد تعبيره لكن ظل الأبو يعني متشبص ومتمسك بأراءة إنه رافض خايف على البنت إنها صغيرة إلا فجأة حطى قدام الأمر الواقع داود وقال له إنه بنتك مبكر فعشان كده راح يود بنته يبي يتأكد هل فعلا كلامه صحيح ولا لا وإنه لما سأل بنته ليش تسوي كل هذا قالت إنه فعلا هذا الرجل وعدها إنه راح يحقق كل رغباتها ويجيب لها النجوم في أيادها مع هذا الوضع المزري وإنه يبي لملم الشتات والشرف والعرض جدا غالي فأكيد شنو بيسوي الأبو خضع وسكت وقال تزوجيه لكن برضو كان زعلانه متضايق من بنته على هذا الفعل المشين وفعلا وافق على هذه الخطوبة إلا إنه يعني هذا داود كان وكأنه ماسك الفلوس ما يبي يدفع المهر عشان يتمم الزواج فبالتالي اضطروا إنهم يفسخون الخطوبة ويرجعون لقيمة الهدايا اللي هداها البنته لكن هذا داود ظل إلى حقهم وبدأ يعني يحرض بنتهم على إنها تهرب وياه مهما كان ومهما صار ما كان منه هذا علي إلا إنه راح حق هذا الرجل وبدأ يتهاوى شوية داود وقال لا بتعد عن بنتي وتركنا في حالنا إحنا درويش ولا نبي ندخل في مشاكل وكفاية اللي سويته في بنتنا اتفاجأ فيه إن هذا داود قال لا أوكي أنا أبتعد عن بنتك بس تدفع لي مبلغ وقدره أربعمائة دينار ولا راح أفضحها لأني مصور بنتك صور يعني حتى أنت تستحي تشوفها وقام أوراه صورة عشان يعرف كيف إنه متأكد وإن كلامه يعني على حد تعبيره صادق في التهديد توسل لمرة ثانية أنه خلاص يبتعد عنهم ويهدهم في حالهم قفاية اللي فيهم لكن دون فايدة قال لا راح أبتعد عنكم بدون فضايح لما تدفعوا لي فلوسي ولا راح تشوفون قال لا هنا المحقق طيب ليش أنت ما اشتكيت عليه؟ لأن البلد فيها قانون راح تاخذ حق بنتك قال لا أنت عارف إنه هذي أمور حساسة مين؟ في ذاك الزمن يقدر يرفع شكاوي عشان يعني عرضه شرف بنته المهم قاموا وجابوا داود هنا داود أصلا كان أهو الشاكي تحول إلى متهم هنا لأن الغبي راح وقدم الشكاية ما كان يعرف إنه الأمر بينقلب عليه فعلى طول أول سؤال سئله شنو صالفة الأربعمائة دينار؟ فقال لهم إنه أهو كان على علاقة جدا وطيدة بعائلة البنت تقريبا يعرفهم من ثلاث سنوات وتقدم فعلا وخطبها من أبوها وعطاه مهر تقريبا أربعمائة دينار دفع لـ 200 دينار على حسب الكلام اللي قالها في البداية وتأجل الجزء الثاني إلى قبل يعني ما يعقد القران عليها ومن ثم سافرت البنت تزور أهلها في الشارقة ولما رجعت بلغ أبوها إنها خلاص راح تصدر جواز سفر عشان يبين إن عمرها أكثر من 18 سنة عشان كل هذا يمهد حق يعني الملكة وعقد القران ومن ثم تسلم منه اللي هو قيمة الميتين دينار الباقية من داود ولكن لما جشها الرمضان اتفاجأ أبو البنت بخبر مثل الصاعقة إن أخوها اعتدى عليها اللي هي مريم وعلى طول مثل ما قلت لكم في البداية ودها للطبيب وأكد هذا الكلام الطبيب وبعدها استفسر من البنت نفسها وقالت لها فعلا إنه يعني اللي صار من قبل مثل ما قلت لكم في البداية فطلب منها داود إنها تكتب هذا الكلام اللي قالت له صراحة في يعني اعترافات على ورق البنت المسكينة كتبت وأيضا خلاها تصور صور فاضحة وعلى كلامه إن البنت قدمت حق هذا الرجل داود صورها الفاضحة وقالت لها إنها فعلا هذه الصور هي اللي أخذتها لنفسها واللي صورتها واحدة من صديقاتها وإنها أصلا قاعدة تقدم له هذه الصور عشان تثبت لها حسن نيتها وإنها مصممة تعيش حياتها كلها مع هذا الرجل لأنها تحبها وإنها خلاص راح ترجع إلى صوابها والتوب وخلاص ما راح تسلك هذا الطريق الغلط ولا راح تلعب بشرفها عشان كل هذا يقبل فيها كزوجة حقه وأنكر نكران تام داود إنه يكون وهو نفس اعتدى عليها بأي طريقة إن كانت أو إنه قام أو صورها أو يعني يخلاها تكتب هذه الرسائل غصبا عنها وحلف إنها أصلا ما دخلت هذه البنت مريم إلا مع أهلها داخل الشقة حقتها وقال أيضا إن كل هالزعزع اللي مسوينها أهم أهل البنت بسبب إنه خلاص مو مقتنع فيها والنفسة خطبتها ولا يبي يتزوج منها فهنا قاموا الشرطة واستدعوا من رجل اسمه وديع كان شريك داود في السكن نفسه قال هذا وديع إنه كم مرة يشوف داود يروح على بيت البنت اللي هي مريم وإنها إهي مع عائلتها كانوا أيضا يجون ويزورونها بين وقته الثاني لكن ما كان يدري إنه هذه البنت يعني تزورها لوحدها أو تروح إلى غرفتها أو من هذا القبيل يعني ما عنده علم والسبب على حد تعبيره إن شغله كان جدا متعب فيروح طوال النهار وما يجي إلا وهو منهك وفي يوم من الأيام لما كان راجع للبيت كانت عائلة مريم زايرين هذا الرجل داود ولاحظ إنهم كانوا يعني في حالة صخب ويعني هياج وعنف ومشاكل وصراخ وسمع أبو البنت مريم يقول حق داود ليش تغتصب بنتي وقال له إن بنته إهي اللي اعترفت إنه ما حد يعني واقعها إلا هذا الرجل داود خطيبها بعد هذه المشكلة وديع بدأ يسأل وعرف إنه في مشاكل صايرة بين داود وعائلة مريم ومن بعدها صارحة اللي هو أبو مريم إنه خلاص ما يبي بنته تتزوج من هذا داود راح إنه وديع يتوسط في الموضوع لكن رفض ورفض قاطع عائلة البنت ومن بعدها بدأوا يعني يسومونه ويعني يتحاسبون على قيمة الهدايا اللي قدمها هذا الرجل وديع حق البنت وفعلا دفعوا لقيمتها وما سمع أصلا هذا وديع أي مبلغ بقيمة أربعمائة دينار يعني حق مهر لا قبل ولا بعد ما انتهت هذه الخطوبة برمتها كون إنه متدخل في الصلح فهنا جابوا أخه البنت لأنه اسمه موضوع في الإفادات قال إن داود قال له إنه عنده صور كثيرة حق أخته عارية وحمض هذه الصور في العراض وإنه اعترف حق هذا أخه مريم إنه اعتدى فعلا فعلا عليها وقال أيضا إنه أخته قالت له سامحني يا أخوي أنا اتهمتك زور وبهتان وكذب وافتراء عشان بس يعني ألبي طلبات خطيبه فهنا أثبت التقرير الطب الشرعي لما فحصوا البنت من قبل الشرطة الآن فيه آثار عن اعتداء على هذه البنت لكن ما هم قادرين يحددون تاريخها لكن على حسب تعبيرهم إن هذا الاعتداء حديث وبعد كل هذه الأدلة أحالوا داود إلى محكمة الجنايات بتهمت مواقعة قاصر وهتك عرضها بدون إكراه أو تهديد أو حيلة يعني إيه اللي سلمتها نفسها وهنا استمعت المحكمة إلى أقوال مريم اللي وصفت هنا غرفة المتهم داود وصف جدا دقيق كذلك وصفت الكاميرا اللي صورها فيها وأيضا شلون التقت هذه الصور وقالت إنها كانت يعني مثل المغيبة تنفذ كل اللي مرها فيه اللي هو داود حتى لو قال لها يعني تقط نفسها في النار راح تسويها لأنها كانت فعلا فعلا خايفة إنه يعني الفضيحة تنكشف والناس تعرف واعترف هنا داود في الأخير إنه اللي كاتب الرسالة يستدرج البنت إنها تهرب وياه لأنه ما يبي يدفع مهر ولا غيره ويبيها تسافر وياه خطيفة بعد ما تسرق جواز أمها لأنها قاصر الحين المحكمة خلاص استعرضت مثل ما قلنا الإفادات والأدلة والإثباتات توفر عند المحكمة عنصر جدا جدا قوي اللي هو عنصر القناعة إنه داود وهو المسؤول الرئيسي لكل هذه القضية وهاتك عرض هذه البنت خصوصا الرسالة اللي رسلها حق خطيبة مريم وقال لها بصراحة عن الصور وإنه لازم يستخدمها عشان يضغط على أهلها عشان يوافقون على الزواج منها يعني أهو ملي رفضها ولقال ما يبيها عشان شرف غيرها لا أهو كان يبيها لكن بسبب أهله رفضوه وما بغوا يكملون إجراءات الزواج بسبب إنه يبي يتهرب من دفع قيمة المهر أيضا اقتنعت المحكمة لما هذه البنت مريم وصفت يعني أجزاء حجرة المتهم داود يعني وصف جدا دقيق كما هو موجود في الصور وبما أن الصور مأخوذة من غرفته فبالطالي أي صديقة راح تجي وبتصور البنت في غرفتك فهنا هذه قرينة مهمة جدا اخذتها المحكمة على قيام هذا الرجل واعتدى على هذه البنت والاعتداءات ثابتة قدام تقرير الطبي وقال هنا اللي هو القاضي إنه ما يعقل إن هذه البنت مريم تسمح له يقوم يصورها على هذه الشكل بدون ما يصير فيها مواقعة واعتداء برضاها ومن ثم صدرت المحكمة حكمها على داود بالحبس ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ وقالت المحكمة أيضا إنها قدمت العقوبة أساليب هذا المتهم وتصرفات المسكينة مريم حتى إنها فرطت في نفسها وسلمتها جسدها حتى صارت تصدق كل اللي يقول لها إنها إنسانة لعوب ومراهقة ومستهترة وسهلة المنال فبالتالي أي أحد يقدر يغرر عليها ويعني يستدرجها ويطيحها في اللي هو المستنقع أو إلى القاع للأسف إن في بعض البنات يعني ينجرفون وراء الحب ما يدرون إن فيه ابتزاز ولا يدرون إن فيه أشياء كبيرة جدا ممكن يسوونها الذئاب البشرية لازم كل بنت تهتم بنفسها ولا تسوي هالحركات لا حب ولا بطيخ ما فيه شيء إلا بالحلال هذه نهاية قصتنا لليوم انتظر تعليقاتكم على الفيديو لا تنسوا تحطوا لي لايك واشتراك وتعليق على الفيديو ترجمة نانسي قنقر